بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبوب الجميع إلى هذه الفقرة مع كتابي طبعا ستترقف هذه الفقرة إلى هذه السيغة كما يدرون تطالر التي رأيناها في ملحاقة النص السابق الجاكير نينبالو بغوي كالي ستشانسون تشانتي تطالر إذن ما تناقول تطالر إذن سنرى بعد سياقات هذه السيغة إذن عندنا تطالر إذن تطالر إذن تطالر هي واحد السيغة السيغة كما نقول أن ضرفية لماذا هي ضرفية؟ لأنها تتعلق بضرف الزمان عندما نقول تطالر مثلا نقصد بها الآن أو قبل قليل أو كما سنرى سيغة أخرى طبعا عندما نقول أن تطالر نقصد بها بعد قليل هنا نتكلم عن سيغة طبعا نتكلم عن سيغة أدفغبيال كما نقول أنها ضرفية أدفغيابل كما نلاحظ أنها غير متغيرة كما نقول هنا أنها غير متحركة إذن مقصود بأنها عبارة تبقى هكذا يعني لا تخضع متلين للجمع فنضيف اس متلان أو نضيف حالة التأنيت هي صحة تبقى هكذا في جميع السياقات إذن تطالر كما نقول هي تستطيع تريد تقول تنتكلم عن السيغة هي تستطيع تريد تقول المقصود بأنها تتبقى تقول المقصود بأنها تتعني إذن هذه السيغة تتبقى تقول المقصود أنها تتعني أنها تعني معنى إذن المقصود بأنها هي تعني هناك بضعة دقائق المقصود أنها مرت بضعة دقائق هناك بضعة دقائق مرت من الآن قبل قليل مرت قبل قليل من الآن أو ممكن أن تعني أيضا ليس فقط ولكن ممكن أن تعني بضعة ساعات قبل الآن بالإشارة إلى حدث ماضي إلى حدث ماضي طبعا نتكلم عن حدث ماضي نقول عنه أنه حدث قبل بضعة دقائق أو قبل بضعة ساعات إذن نقول مثلا بأن الحدث تطلق قبل قليل ممكن أن يعني قبل بضعة دقائق أو قبل بضعة ساعات نقول مثلا تطلق يعني قبل قليل أنا ذهبت لشراء الخبز إذن تطلق قبل بضعة دقائق أو قبل بضعة ساعات بلو رغم جد قليل دونزان لانغار سوتوني سوتوني كما نقول مدعوم إلى غير ذلك طبعا نتكلم عن مستوى من اللغة دونزان لانغار سوتوني إذن هذا ممكن أنه يعني إليا كيل كوزاني إذن في بعض الحالات عندما نستعمل تطلق ممكن أنه يعني إليا كيل كوزاني أنه يعصيل إلى أن يعني بضعة سنوات من الآن قبل نتكلم عن حادث مثلا أنه حادثة قبل سنوات من الآن ممكن أننا نشير إلى هذا بهذا السيغة تطلق إذن تطلق يمكن أن نشير إلى المستقبل القريب دون كيل كمينيوت يعني في بضعة دقائق أو دون كيلكوزهر أو في بضعة ساعة مثلا نقول جو فيندري تطلق أنا سأتي تطلق المقصود بعد بضعة دقائق إذن هنا كما تلاحظون أنها تطلق تأتي ليس فقط في السياق الإشارة إلى الماضي عند الحديث عن حادث ما ممكن أن نشير أيضا إلى المستقبل عندما نشير إلى حادث ما جو فيندري تطلق أنا سأعود تطلق بعد قليل بعد بضعة دقائق بعد بضعة ساعات أنها تبقى هكذا جو فيندري تطلق إذن أنا سأعود بعد قليل إنفو بمجرد كما نقول هنا مرة ولكن المقصود بها هنا بمجرد عندما أنا سأشتري عندما أنا سأشتري خبزان طبعا كما تلاحظون لدينا لفتور انترير كما تشوفوا لدينا لأكسيليار و لدينا لأكسيليار لدينا لأكسيليار هكذا علىявة لدينا لدينا المقصود و لدينا هذا في المقصود رائح و لدينا 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 المقصود نقول مثلا J H أنا اشتريته ولكن هنا لدينا المصرف في الفتور سامبل تنضيف عليه نفس الاسمينة المركبة فنحصل على الفتور انتغير طبعا الفتور انتغير هو المستقبل الذي سبقه مستقبل آخر هو الذي اشترنا له هنا اذا ماذا قلت هنا انا استعملنا لذب revenir في الفتور سامبل عندنا واحد نهاية انا مثلا موجود هنا عندنا نهاية انا ساعود في هذا الزمن عندما انا ساشتري خبزا اذا طبعا نتكلم عن الفتور انتغير تنتكلم على واحد الزمن الذي سبق واحد الزمن آخر بمجرد ان اشتري خبزا ساعود اذا 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 وفي النهاية اذا نتكلم عن حالة وفي هذا المعنى انه لم يوجد بعد انيزاج في الاستعمال ما معنى هذا؟ معنى هذا بان لها معنى اخر الذي نشير اليه هنا في النهاية وهذا المعنى معنى السيغة لن يوجد انه لم يعد مستعمل تطالر تطالر ممكن ان تطالر يكون لها معنى لها قيمة قيمة الحاضر المقصود ممكن ان تشير الى معنى الحاضر ولكن هذا المعنى كما قلنا انه لم يعد يستعمل طبعا هذا المعنى عندما كان موجودا كان المقصود به حالا حالا بسرعة كما نقول عندما تقول لشخصي مثلا افعل هذا العمل عندما نقول تطالر مقصود به حالا هذا يعني بانه سير على تطالر انه تشير الى لكن هذا المعنى كما قلنا لم يعد موجودا اذا لذلك هنا نتحدث عن تطالر مسبوق بهذا التي هي تطالر اما نقول حرف جر ا لذلك لذلك نتحدث عن تطالر لذلك انه سير على تطالر معنى هنالتنا أنه فعلا فعلا طبعا هنا لدينا روواغ لا لدينا روواغ روواغ يعني أنك ترى كون روواغ بأننا سنرى ولكن هنا لدينا كون روواغ إذن بأننا سنرى مرة ثانية قليلا بعد ذلك يعني في وقت قريب إذن عندما نقول مثلا لشخصين أتطلع إذن هذه الصغة تستعمل لإشارة إلى شخصين لنشير لشخصين ما كون روواغ بأننا سنرى مرة ثانية قليلا يعني في وقت لاحق قريب قليلا قليلا في مستقبل قريب في مستقبل قريب كمينوط بضعة دقائق أو كمينوط أو بضعة ساعة من ذلك الوقت في مستقبل في العبارة أتطلع هناك فكرة فكرة مستقبل بمجرد أننا نقول إلى وقت قريب المقصود هنا أننا نشير إلى المستقبل ولا نشير إلى الماضي أو نشير إلى الحاضر كما في عبارة أتطلع 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 يعني أننا نقول أتطلع which means that we will find ourselves In very few hours in a few minutes in the same morning in the same afternoon or the same evening إذن عندما نقول إحدى الحخص المتعلن هذا إذن على الإعقس مراء الفيسي هذا آتسيرا signifie أن تعني كنن من أصور لأننا سنجيدو الشخص عندما نقول إحدى الحخص المتعلن هذا إذن بأننا سنجد مرة ثانية المقصود بأننا سنلتاقه مرة ثانية أننا سنجد شخص الذي قلنا له أتو دو سويت المقصود بأننا سنلتاق هذا الشخص الذي قلنا له أتو دو سويت سنلتاقه في وقت قليل في بضعة دقائق بعد بضعة دقائق في نفس الصباح إذا قلت لما تنف صباح أتو دو سويت المقصود بأننا سنلتاقه في نفس الصباح في نفس بعد منتصف النهار إذا قلت لشخص المتنف بعد منتصف النهار أتو دو سويت المقصود بأننا سنلتاقه في نفس بعد منتصف النهار في نفس المساء إذا قلت بشخص في المساء المقصود بأن نلتقيه في نفس المساء كمو يقول لك شخص مثلا ماذا ستجيبه يقول لك مثلا نلتقي بعد وقت قريب مثلا إذا ماذا ستجيبه في نهاية الحوار عندما تكون مع شخص مثلا تكون معه في حوار في آخر المطاف يقول لك أتطلغ إذا ماذا ستجيبه أتطلغ توجد عدة سيارة أتطلغ للاستعمال حسب مستوى الحوار المرادة سويت المرادة التي تريدها كورو وفاميلي كورو كما نقول أنه جاري وفاميلي دو مستوى شيء أما أعلى وفاميلي كما نتكلم عن مستوى من الحوار فاميلي كما نقول لهم أن تجيب بنفس العبارة بنفس السيارة أتطلغ أو تقول لشخصين مثلا أتطلغ أو أيضا دو راكور سيارة وفاميلي أنك تقصر من هذه السيارة في الأسلوب العامي إن سأتعبير أنك تقصر من هذه السيارة تقول أتطلغ أتطلغ أم تقول أتطلغ أو بي أبلو أبلو أتطلغ ألم نقول أه أ أتطلغ 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 مقصود بها peut-être utiliser s'il est entendu que la prochaine rencontre aura lieu peu de temps après إذا أنتبعنا ستعمل à tout de suite مقصود بها عندما نستعمل à tout de suite peut-être utiliser ممكن أن نتستعمل s'il est entendu إذا يسومعت المقصود بها أنه عندما نحسو بها ما وضع الشي الذي إذا أحسسنا بي que la prochaine rencontre إذا أحسسنا بأن اللقاء القادم أغالي أنه سيكون لوما نقصود أنه سيتم peut-être en partie في قليلين من الوقت بعد ذلك إذا أحسسنا بأننا سنلتقي الشخص الذي قال لنا à tout de suite بأننا سنلتقي قريبا جدا ممكن أننا نستعمل à tout de suite يمكن أن نستعمل à tout de suite إذا أحسسنا بأننا سنلتقي قريبا مثلا يدخل إلى مكان يشتري فيأخل بسرعة مثلا إذا نقول à tout de suite إذا أحسسنا بأننا سنلتقي قليل أو سمارش أو نقول داكور سمارش متفق سمارش كما نقول هذا يسير نسير على ذلك أو نقول à ثم نحدد الوقت أحسسنا بأننا سنلتقي قليل أحسسنا بأننا سنلتقي قليل à tout de suite أقول له مثلا à six ou trente إلى الساعة السادسة والنسب إذا فأحدد له الوقت الذي سنلتقي فيه مثلا إذا هذه كانت إشارة إلى هذه السيغة à tout de suite ثم à tout de suite ثم سياقة استعمالها إذا نلتقي في الفقر القادم مع النسب القادم إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله